السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته يجب أن يكون مضخبا يمكن أن تضرب الحسابات إذا في الفيديو عن التشكيل المضخب الوطني تكون من لاعبين في تكوين مغربي ويمكن أن يعطينا لقاء نجيريا ويجب أن تكون لقاء المغربي ويجب أن تقصد الرجاء البيضاء ومعصبات الأوطل تقصد الجيش المالكي كذلك من الكاف فقط أهلة البيضاء البيضاء وعلى تواجهة ميليو دويسان دورج الجنوب الإغراقي مواجهة نارية ومعصب المضخب الفيديو فاجب جوج الإصابات للإستفر على مضخب جنوب إغراقيا ويجب أن تصمنا فيها السيئة وفيها المزيان كورة القدمية مرة هكا مرة هكا نرى الأسماء المرهبة التي تكون في المغربي يمكن أن تلعب لقاء نجيريا سمع أخوتي على أسماء مرعبة ياسين بونو ويجب ان تكون لهاschبينة المدى المسيرة ومدى البيضاء بإستثنى أن أتلادك ومدرد الإساني ومدرد الإسانية يتحدث الحراس العمال في العالم يتكون في البيضاء فهذا الشرك يتحدث لا يتحدث في دولة إسبانيا ويجب أن يجب أن تكون فيها أخبار بإستماعات أرجنتني أشاهدها صعبية كما يتحدث في الدوري الأرجنتما لأن المغرب يجب أن يكون هناك معلومة فقط هناك قلب الدفاع نمشي ناف اكريد لاعب السابق والفتح الرباطي لاعب الكثير من الفتح الرباطي ولم أعطي شيئاً إيجابياً ناف اكريد من لاعب الكبار من المنزخ الوطني المغربي حالياً لاعب من الطراز الأول نايف أكريد لاعب الكبار من المنزخ الوطني المغربي وهو الأكريد فقط عنده 26 سنة أما بونه تذكر عنده 31 سنة أكريد صراحة لاعب منتز جداً دائماً في قلب الدفاع لاعب اللي عنده 30 عام وكلاعب الآن في بغض والإسباني لأن هذه المكارثة أمام أتلاتيق ومدريس وخمسة لأن الإصابة لإصابتين جود لياميق لاعب اللي عنده 30 عام لاعب اللي عنده 30 عام كذلك نضع لعب جوج المواسين في الرجاء البيضاوي والآن كي لعب بلد والإسباني جود لياميق صراحة قلب دفاع مزيان شناف كأس العالم كان بادين ناجح صراحة مع المنتخب المغربي كان كيدخول كيعطيه تفوق كبير من الخط الدفاع لدي المنتخب المغربي صراحة جود لياميق من خيرة المدافعين اللي عنده المنتخب الوطني المغربي للاعب هائل كما نكونوا منطقيين هناك أية العلوة لعب الويداد البيضاوي اللي ممكن يلعب كظاهر أيمن العلوة لعب الويداد البيضاوي اللي عنده تكون في الويداد البيضاوي ، هل لشوف الأسماء المرعبة المرعبة التي تكون المغربي وتلعب تلعب السماء صراحة مرعبة يمكن تلعب هذا اللقاء المحتمل مع المنتخب النيجيري الذي يستهن بأحد المنتخب أفريقي صراحة منتخب قوي منتخب النيجيري يبقى أحد المنتخب العلود لعب الويداد البيضاوي هنا يحيى عطية الله لعب الويداد البيضاوي دائما داهر أيصر داهر أيصر لعب الويداد يعرف نجاح كبير صراحة في المدين القاطري مع المنتخب المغريبي ويحيى عطية الله صراحة أنه يبقى المستوى الظاهر والمبهر في كأس العالم هذا اللي يفدي القاطر الأوحد المستوى صراحة كبير منه الأوحد المستوى صراحة يحيى عطية الله لشرف تكوين المغربي ودعونا لعب لتصرف الفروق العادية في البطولة كما تطينا لاعبين ليس هنا موالد مدينة ستاطس وحيثوا 30 سنة الآن يتم تكوين المغربي يتم تكوين المغربي يتم تكوين المغربي ومساوى عالية في الملتخب وأن يبقى لعب جيد يحتاجون بعض الأحيان الملتخب الوطني المغربي ومعنى لغاية اللائحة المارس الأخيرة ولكن ممكن يحضر معنا في اللوائح الأخرى من اللاعب المهم اللي عند الويداد البيضاوي بفضل خدمة ديال وخدمة جميع اللاعبين خلهم يتأهلون نيس في نهاية العصبة الأبطال ومواجهة سانداوز الجنوب الإفريقي اللي شحالة دي مواجهها كان عندهم مواجهة سانداوز ضرورية في عصبة الأبطال وأنك أي من الحسوني لاعب الويداد البيضاوي كذلك 28 سنة اللاعب المغربي توجد له الدعوة للمتخب ولكن ممكن أن نقول لها توجد له الدعوة الحسونية يفرض الاسم لأنه لاعب من اللاعب الكبار الويداد البيضاوي وحسوني لاعب جميل يمكن أن تلاعبك رأس حربة وهمية ولكن الحسوني يقوم اللاعب لوسط الميدان المحترمين يقدمون سوايات كبيرة صراحة في الويداد البيضاوي فقط قصة المنادات على المنتخب الوطني المغربي صراحة على جده وحد دافع كبير في المنتخب الوطني المغربي حسوني من خيرات اللاعب واللي عند فريق الويداد البيضاوي هناك عبد الله حيمود عبد الله حيمود يمكن أن نعب في الويداد البيضاوي كان لعبته في المنتخب الولمبي حيمود لعب شاب صراحة بقنا عمّر توجه للدعوة للمنتخب الوطني المغربي يمكن أن يلعب مع الويداد البيضاوي ويكون لعب هائل ويكون لعب هائل حيمود خاصة وليد رجالك يعرف حيمود مزيان لأنه شرف عليه مدة سنة واحدة في فريق الويداد البيضاوي وكذلك حيمود من خيرة اللاعبين اللي كانين عند الويداد البيضاوي هناك كان الحمزة إقامين 18 سنة عنده لعب الجيش الملاكي من خيرة اللاعبين اللي كان يلاعب داخل متخاب الأولمبي لاعب اللي ممكن لتجدده الدعوة يقدم واحد الأداء اللي هو مبهير في الجيش الملاكي للأسف الجيش الملاكي تقصص من تسحات الأفريقية ولكن يبقي لدوري أبطال العرب اللي اعتواجه الوحدة الإماراتي فيه وكنتم لو لاحظت تساعد فيه كان في شهر اللي يدخل هذا اللاعب بدأ اللوحة حوالي 2-31 دقيقة بعد الشهر الجديد كان ممكن وكأس العربة قلوم الرابع نيائي مع الفتح الرباطية وكي تصدر الدول المغربي عنده لقاء قيمة يوم الأربعاء مع الويداد البيضاوي هذا الشيء كامل وهناك سوفيان الراحيم يلاعب العين الإماراتي حاليا وكذلك وكذلك في الراجاء البيضاوي بطبع الحال كانت لنا الراحيمي يلاعب كانت لنا في افتحات البيضاوي وخرج الراجاء البيضاوي كانت لناعب دو مسيرة كبيرة لناعب لوجه ودعوة الرقراقي في التربوز الأول منتخبه الوطني المغربي ولكن للأسف لا تعجب به والرقراقي لأقال لديه الوزن الزائد اذا الراحيمي كذلك من خيرة اللاعب يلاعب الحسين يلاعب الراجاء لأسف هي التقصات من دوري الأبطال بعد ساعة السلبي مع الأهل بصعفر التقصات الآن بقتل البطولة تحفز المركز الثالث بعدها تسع نقاط لكي تنفس عليها كانت المسألة الصعبة تبقى نراجع سبع مواجهات صعبة جدا وكأس العرش ستركز على كأس العرش كثير من البطولة وعنده دوري أبطال العارب في الصيف المقبل وهناك في الهجوم يوسف النصيري لعب إيشبيليا الإسباني كذلك من تكون مغربي يوسف النصيري مخيرة المهاجيمي اللي كان في إفريقيا مهاجيم واعر بزاف صراحة يوسف النصيري لعب اللي واعر بزاف صراحة لكي تشجر أدف كثيرة مع إيشبيليا الإسباني بعد كأس العالم مفاشرة اللاعب اللاعب هائل صراحة يوسف النصيري وهي تشكيلة اللي مخرب تكون مغربي اللي ممكن لكي تكون مغربي